موسيقى السلام عليكم فيديو دينا اليوم إن شاء الله هو عبارة واحد مبادرة هذه المبادرة تقوم بها جمعية باقي الخير وفي حالي نقول الحمد لله باقي الخير مهم خليكم على رئيس دينا الجمعية اللي سوف يشرحكم مبادرة كثير هذه المبادرة ليس نحن الوالين نعملها عدة جمعيات يعملوها وكثير من الناس شخصيين يعملوها ولكن نحن نعملها بوحد طريقة أخرى نخلص ببقة الكاملة ما كان صقصي وشي علاجه وشيولة الثلاثة نحاول نخلص ببقة كامل بالنسبة الأختيار تكون شعبية وفيها الناس ضعافي نحن نشوف الحمض أولا ومن بعد نشوفه بققة ليسوهم لا أن ينسطى ثانية مرة آخر ماذا يقدر أن يكون لديك ذلك النس بدوش 3 4 6 3 8 8, 10, 12, 11, 16, 18, 19 20 21, 22, 22, 22, 22 24 roles سننحاول نف행 به المنصد كاملين ، سوف نقينا الجديد في كل ميات ، سيذهب ل świ ل해�وّون أنسى هو tranahaha المترجم للتوطال كامل؟ 663.299 فرق نعمل 33 فرق 10 فرق ما نزيده لك دي ستيله صعب هذا كامل يتقطع هذا هاته؟ صعب يتقطع هذا العافية معاشق صمل هاته احضر كامل وقاموا بميكا وقالوا لي الأخوان أن يحاولون الدوا معنا ونحرقون طوال عثياء تفتل كريدي دغيرك تشعر بالعثياء دغيرك يشعر شو شو موسيقى اخطرنا هذا الوقت حيث يتمجي العيد الصغير يعني اذا خلص البقال لا يشري حواج نبنه لا يعدل شي الحلوى قلنا هذا هي الفرصة مهم الحمد لله ما كان وروا شي مستفيدين كانوا الربقة اللي تخلص مع استشارة دياله الناس اللي خلصنا عليهم عمر وكم ما شفتوهم والناس اللي ساهموا عمر وكم ما شفتوهم وكان شكر من هذا المنبر المحسنين واعداء الجمعية اللي هما 71% هذا كريدس اللي تخلصوا فلوس من اعداء الجمعية واحد 30% ديال المحسنين وشكرا جميع الناس اللي يتبعونا ولي يشجعونا وشكرا طانجاوي بوايما الهدف ديالنا مبادرة هذي كنحاولوا ما امكان نحافزوا الناس انهم يساعدوا ساعدوا الجيلان دياله يساعدوا الناس اللي كيعرفوهم اللي محسنين اللي هم في أمس الحاجة تخيل معي ان مازالا واحد الشخص مازالا مازالا مجي عدم البقر يقول له راصافي رجى واحد السيد وخلص كريدي ديالك تخيل معي غير هاد الفرحة هذي ولي حساس ده الشخص هذي كيف اجعل يحسس في هاد الموقف هذا هادك هو الربح ديالنا هما اننا نحاولوا ما امكان الناس وندخلوا اليوم الفرحة وشكرا للمحسنين وشكرا جمعية باقي الخير على هاد المبادرة هذي والمبادرة باقي مستمر ان شاء الله ونتلاقوا في فيديو جيد ان شاء الله ومبادرة جديدة سلام علي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد